جاء المسيح جاء المسيح لأهداف المواضحة بسريكو كانت مواضحة واحدة من هذه الأهداف جاء لكي يعلم الله والله اللي أصبح من نسبة للبشر والناس جابط للرفق الله إذا أصبح صورة غير معروفة من الناس الله إن الناس بيحاولوا يفهموه لكن بيحاولوا يفهموه بمحبودين زيتهم عشان كده هم مش قادرين يعرفون هم مش قادرين يفهموه جاء المسيح وقال لنا قلنا إن الله يحبك قال لنا إن الله يريم قال لنا إن الله الله أشوائف عشان تديني الإنسان لكن الله عاوز يؤثر على الإنسان الله الإنسان غالي جدا ما ليه قالوا 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 بالدن قالوا عشان نتبع الضوء في البصل لقيه ادانا علاجة الحب قال لنا الحب لكل دون انا الناس ما نفرقش من الناس لأن الله انه عادل وحاوزنا يا مرة لكل المسيح حب ومساعد الغنب والمقتدر وصاحب المركز والجاه المسيح تفاعل مع رئيس المجمع المسيح تفاعل مع قائد المئة وشفاله عبده وأقار من رئيس المجمع ابنته لكن المسيح كمان شاف المنوذ والمعش والفقير اللي مروش حد نقض بي الناس المفلوك اللي عند بركة السجوام اللي ليس له إنسان من لو أنا انا شايف اذا ما شايفش الناس كلهم انا شايف ماذا كلهم ماذا كلهم الناس في ناس كده مهما علم صوتها ما حدش بيسمعها لأنهم منهمش كيان ولا جان ولا وجود في عينين الناس كان فيه رجل بيصنع طيح الطريق اسمه برتيمانس شحاد مين بيهتم بي؟ مين بيسمع له؟ لما عرف أن يسوع عامل في الطريق حسب الأمل كنت أنا يصرف يا يسوع يا ابن داود ارحمني الناس يسوع أبوش مش بس الناس يسوع أبوش الناس حاولت تسكتهم وحصلوا ممالوش الريادي على يسوع ابن داود مين هو؟ مين هو عشان يهتم بيه؟ يسوع ابن داود؟ أقول له أسكت أسكت يسوع ابن داود؟ مين هو عشان مينة؟ 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 أصيب الزمارة بلس إلي مكان حتوا مفاسب أصبحوا محمومين من التواجد في المجتمع بيعيشوا في الجبال وحديهم في وسط أمراضهم ووحدتهم يسوع بقى المشكر مش بس المسيح شفاهه لكن المسيح لمسه المسيح قال له أنت أنت مش ناجس بس أنت إنسان تعطفنا مثالك عشان نحب ونعدل بين الكروف ونشوفكم كلهم مغرقين على صورة بنا مستحقين لكل كرامة تجندي شرفة مستحقين للحياة الكريمة ليه يوم حقوق بحشان قالي في الناس بس محدش قادر يمسل عليه شيء عشان كده هو رأس سؤال محمد منكم يبكرني كان دموزك للسلوك البار مش بس السلوك البار السلبي والذي لا يفعل الخطير لكن للسلوك البار الإيجابي والذي يفعل الحق الحب الخير جاي السلوك عشان يفهمنا الله عشان يطينا نموزك بس حياتي بكل اللي عمل مكانش كفاية لا هن يعلن على الله ولا كفاية عشان يطينا نموزك كان في حاجة تانية لازم يعملها لازم يعملها عشان يتمم هدف مجيهه ويحقق ذروة اعلانه معنى الله وذروة اعلانه عن الحياة اللي أنا وإنت لدعوين ما نشعر عشان كده أقولك أنا ثبت والكامل نحو المشيهه لأنه هناك في حقير والصريب سيحقق الأمر الثالث والهام لهدف مجيه سيحقق الفداء أنا وإنت نعمل إيه لو عرفنا من موراه لكن ما زال علينا ذنب الخطيئة وعقبة أنا وإنت نستفيد إيه لو عرفنا كيف ينبلي أن نعيش لكن ليس لنا القدرة والقوة والنعمة بتاعك الفداء اللي تمكننا أن نعيش بهذه الدفاء بهذه الدفاء ثبتة ونعمل نعمل الشيء لكي يحقق على الصليب الفداء ويحقق على الصليب قمة وذروة أعلانه عن الله اللي مش بس يحبني ومهتم بكثيري ده الله اللي يحبني ونحن وأنا بعت لبس الحق أنا بعت فالله بيّن أحبتك ونحن بعد قطار مات المسجد من أدريك جاه على الشام في الصليب يقول إيه دي أبعال الحب الإلهي لأنه ليس هناك حب أحزم من هذا أن يضع أحد نفسه لأبعال الحبائي أنا وأنت الوقت نقدر نفهم يعني إيه الله أحبك وأنا وأنت نقدر بالوقت نفهم يعني إيه نقدر نحب بعد ذلك نحب قد إيه نحب قد إيه نحب قد إيه في حدود في حدود لغاية لما ما يكونش عندي خسارة في حدود لغاية لما ما يكونش المرضوع يلمس كرمتي ومكاني ومركزي ولا لا ده الحب اللي إحنا ما دعوين لي ما لهوش حدود زي الحب بتاعه اللي من أجله أن يحقق ليه في خيره صار محتقر خزون رم الأرجاع تقتنع الحزاب تبت منه نحن عشرين وما أعظته بسبوع وما أمجدها بيانا وما أتبسها ساعات من الحزاب دعنا نتأمل فيها معا القوان في هذا مصر أرجو المصر فأنه هو يبديد إلى مصر إلهنا النبار الصالح المحب إلهنا يا مقردين أن تأتي إلينا في سورة وتأخذ جسد توابنا وتحمل في نفسك أنت عارنا وخزينا وخطايانا وتغروق من أجلنا الموت كي تهدنا في حياة والقرارة والموت كي تغروق من أجلنا وخطايانا 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 وعطنا أن نفرح به وعطنا وعطنا أن نغني له وعطنا أن نشهد وعطنا أن نردهم حباً فالصاً لشخصك وترجمة المدينة وترجمة المدينة ترجمة نانسي قنقر